أحبست العمل الفني وقامت ديسيزيون مني لأنه جد الوقت المناسب أنني نتابع الحياتي الشخصية كيف تقولوا احنا وتلفت مورا يلقى ديجا من تخرج ديالي لها ديك الساعة دازت بناشر عام وقدرت فيها الحمد لله واحد لك أغيغ لزوينة هارفوني الناس توجدها بمويسام ملاكي الحمد لله والشكر لله فقلت خص واحد لاغين لني دير حياتي وبالفعل مشيت وتزوجت ولت ولدي ودرت عائلتي اللي بالنسبة لي هي السند حققت رغبة كانت عندي ولكن رغبة بالأول والآخر كانت عند والدية فمهم من هذا الشي ما يعنيش بأن حتى العودة ديال الدنيا بهذا الأعمال اللي غادي شوفوا الناس في رمضان هي عودة غادي تشغلني على داري لا دائما غيكونوا عندي ديبتي زاغي لأنهم في هاد المرحلة من حياتي هم مهمين يعني سنة الاشتغال سنة اللا أو سنتين اللا ونعاود نرجع يعني هكا وهكا ماشي كستيون درنا نطيها وكستيون در أنه فريمو أنا نفسيا نعيت لأنه الخدمة بزاف لو ستخاس ما تلقيش الوقت تل راسك عادي يكون عندك لعائلتك أنت عاود لك الشي قبل ما نزوج فما يمكنش مستحيل توقع ديخد دعم بحل الماكينة واحد لو قايته غا تدخل في ديبخيسيون ما بناش ندخله في ديبخيسيون باش نقول لك أشربوا الدواء باش نقدروا نتأكيل براو في حياتنا لو كان خاص واحد لاغي الحمد لله ذاك لاغي ما ندمتش لي وعمري ما غندم عليه وكو قلت لك باقي غنديرو فهمت يعني غالي غاي بغي خوتو وذك خوتو غادي جيو وخاصك تقلسيت قبل يوم ونتي أم بالدرجة الأولى أنا منسبة لي أنا دوري كفرنانة دابا ما بقاش عندي هو الأول والتاني أو ربما الثالث دوري الأول هو أني أم فهمت يعني نبقى نختار العمل اللي بغيت نشتغل فيه ولا ما بغيتش ما نشتغلش فيه مش بواحد الريتم اللي هو بطيء شوية مش بحال اللي كنت قبل يعني هو اختيار ديال أنا غاللعب مئتين ألف شخصية كتدوي بالعروبية ولكن واحدة ما كتشبه لأخرى واحدة ما عنده تقافة لأخرى واحدة ما عنده بيئة لأخرى فين كبرت واحدة كبرت يتيم واحدة كبرت وسطباها واحدة كبرت في بيئة مستقيمة والأخرى كبرت في بيئة كلها ناقصة يعني كل واحدة وعندها كاراكتر ديالة كل واحدة ووجهها كل واحدة وشعرها كلها فهمت كين اختلاف كين تنوع هاد الدور هذا كيف قلت لك وغادي خلي الناس يشوفو حنان اللي هو اسم الشخصية بزاف دلعيالات غيشوفو راسهم فيها فهمتين المراحل اللي دازت منها حنان غادي شوفو الناسهم فيها يعني كين تغيير كبير ما كيناش نماطية إلا كنا تنوقعو في النمطي احنا كفنانين رغمنا عنا فما تشير بسببنا وبسبب الكتابة موسيقى غادي تحسوه تنتمو تنناس اللي غايتفرجو غيحسوه تشوفي مونة واحد الشخصية اللي اللي حلوه بزاف الخدمة ديالها واحد الكاراكتر اللي يمكن الناس استغنوه في واحد الشخصية معينة هو ما تيشوفوها خلف الكواليس ولكن انا عشت كيشوفوها وراء فهمتي مقدام الكاميرا ولكن انا عشت معا خلف الكواليس عندنا بستفدية اللي بوانكو ما مع بعدياتنا حتى طريقتنا في الضحك واحدة فحسيت بيها وحسيت بيها تسمينتنا واحد للكيميا زوينا وحنا تنلعب وخوتات كيف قوت لكرا كتير من المواقف وكلها تنأكد على كلها المكان اللي كان فيها كان حقيقي وكان صادق